الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز قدم تصورا بحل الأزمة الجامبية إلى السنغال التي تعتبر لحد ساعة الطرف الأفريقية الأكثر تحمسا لإزاحة الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي بالقوة لاستعادة جزء من دورها في هذه البلاد التي تتداخل معها في جغرافيا السياسة بشكل مؤثر في الأمن القومي السنغالي الرئيس الموريتاني التقى جامي وأجرى معه مباحثات حول الأزمة وأكد الرئيس العبد العزيز بأنه ما كان ليترك جامبيا في هذه الظروف لتعصف الأزمة بكيانها وبعدما أنهى زيارته لجامبيا توجه إلى السنغال وأجرى مباحثات مع الرئيس السنغالي ماكي صال لينقل إليه شروط جامي المتعلقة بوقف تنصيب بارو في السفارة الجامبية بدكار والبحث بعد ذلك عن ترتبات ومخارج وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين والشيخ تحدث بعد اجتماع مجلس الوزراء عن الوساطة الموريتانية قائلا إن الجهود لحل الأزمة في جامبيا متواصلة على قدم وساق مؤكدا أن كل الأطراف تتوق لحل سلمي للأزمة وتدرك مخاطر أن تنضاف جامبيا لبؤر التوتر في المنطقة ويملك الرئيس الموريتاني علاقات وازنة مع الزعماء الأفارقة بعدما تولى قيادة الاتحاد الافريقي في عام 2014 ويتولى الآن رئاسة الجامعة العربية وهو ما سيتيح له فرصا أكبر لكونه يحرص على إبعاد جامبيا عن التوترات وسعي بعض دول الإقليم للهيمنة عليها وتوجيه سياساتها الإقليمية اشتركوا في القناة